السلام عليكم أنا محمد دوميرو وهذه صفحة من صفحات تاريخ الجزائر ونبدوها بسؤال شكون هو مصطفى باشا اللي تسمى باسمه أكبر وأقدم سبيطار في جزائر الجواب هو الداي مصطفى بن براهيم باشا اللي حكم الجزائر من 1798 حتى الـ 1805 يعني لمدة 7 سنوات مصطفى باشا هذا كان من أغنى حكام الجزائر عبر التاريخ حتى من قبل ما يصبح داي هو ثري جدا واسبيطار تسمى باسمه سنوات الـ 1850 لأما هذا المستشفى بني على قطعة أرض ملك لمصطفى باشا بعقود ملكية رسمية وبشهادات محفوظة لليوم أما ثروته فهي ناتجة عن معاملاته التجارية واستعانته باليهود بعدما منحهم جزءا من أمواله يستثمرونها لصالحه بسبب علاقتهم الواسعة في موانئ البحر المتوسط ومقر المكتبة العمومية ومتحف الفنوة اليوم كلها ملك له وقدر السفير الأمريكي بالجزائر شارل الثروة التي ورثها أبناءه بنصف مليون دولار سنة 1805 وفي عهده أضحى اليهود يتحكمون في صادرات وواردات البلاد ويقررون سياستها الداخلية والخارجية وأشرفوا على سك النقود ومرقبتها وتبديلها وأصبحوا وسطاء بين دول أوروبا والجزائر وتحكموا في مصائر السكان من خلال قيامهم بدور جهاز للمخابرات إذ كانوا يتجسسون عليهم ثم يجمعون معلومات يقدمونها إلى الداي وزادت حظوة اليهود ومكانتهم داخل الحكومة حتى أصبح الجزائر لا يبيع دجاجتين إلا بوساطة من أحد اليهود ولكن اليوم مش رح نحكو فقط على ما كانت اليهود في عهده بل كيف ساهموا في إيصاله للحكم فالأصل تعود أولى الاتصالات بين أسرة بوشناق اليهودية ودايات الجزائر إلى عهد عبد باشا ففي 1727 تعاقد مع اليهود لشراء معدات حربية لحساب ليالا وبدأ تقرب أسرتين بوشناق وبكر من الدايات يزداد تدريجيا حتى أصبح نفوذهما قويا في كل المجالات الحيوية حيث ظل نفطال بوشناق 25 سنة يدير السياسة الداخلية والخارجية للبلاد حتى أنه كان يلقب بسلطان الجزائر وملكها ولما كان حسن باشا دايا للجزائر وضع اليهود أعينهم على من سيخلفه تحسبا لأي الظروف قد تطرأ في المستقبل ولهذا استغل نفطال بوشناق أحوال مصطفى باشا ليمد له يد المساعدة لكي يأخذ منه مستقبلا أضعاف ما أعطاه ومن جملة ما قاموا به لصناعة هذا الرجل مسبقا ليكون حاكم للجزائر أنهم شفعوا له لما كان بايا على التطري وفي 1792 أقرضوا له المال وقدموه للداي حسن باشا في صورة جديدة ولتمسول العفو فحصل عليه حتى عينه الداي قائدا على سيباو وفي 1795 تمت ترقيته إلى رتبة باي قسنطينا وهنا نقرأ يعود الفضل في توليه لمنصب الداي إلى اليهود ربما لأنه كان أنسب شخص يمكن لهؤلاء من تحقيق مآربهم رغم أنه وحسب ما أرخه الزهار كان رجلا صالحا حليما كريما محبا للعلماء والصلحاء رحيما بالفقراء والأيتام محبا للمجاهدين والغزاة وكان شجاعا رحمه الله ومن حبه للجهاد كان يخرج بنفسه من حين لآخر مع الرياس ليلا إلى البحر لحراسة سواحل المدينة من أي هجوم مباغت لكن المصادر تروي لنا أنه في عهد أصبح اليهودي بوشناق الحاكم الفعلي لإيالة الجزائر حيث كان يعين من يشاء في وظائف الحكومة ويحدد قيمة الضرائب وأسعار السلع وقد دفع هذا الوضع قنص الإسباني أن يطلق على اليهودي نفطالي بوشناق نائب ملك الجزائر وهذا ما أدى إلى حدود ثوارات محلية ضد سياس مصطفى باشا خاصة لما ترك اليهود يواصلون تصدير الحبوب إلى أوروبا وخاصة فرنسا عوض عرضها في السوق المحلية مما جعل الناس يعتبرون ذلك سببا رئيسيا في ندرتها فزاد حقدهم على الداي واليهود وأهم الثوارات ضده هي ثورة جورجرا وثورة بلحرش في قسونطينة وثورة درقاوة في الغرب وفي العاصمة قتل اليهودي بوشناق على يد أحد الجنود يدعى يحيا وامتد القتل إلى كل يهود المدينة واضطر الكثير منهم لمغادرة البلاد بعد نهب ممتلكاتهم وعوض أن يقوم الداي مصطفى باشا بالتهدئة وكسب ود الجنود والسكان قرر معاقبة كل شخص تثبت مشاركته في هذه الأحداث حتى لقبوه حامل يهود وهذا ما أدى إلى الثورة ضده شخصيا وقتلوه يوم 30 أوت 1805 بعدما هرب ليحتمي بظريه أحد الأولياء الصالحين فقبض عليه من قبل الجيش حيث قتل ومثل بجثته التي ألقي بها عند باب عزون ويقول الدكتور محمد بوشنافي في خلاصة بحثه حول هذه الشخصية لا يمكن أن يحمل هذا الدائي مسؤولية كل ذلك فالإنحطات ظاهرة عمت كل العالم الإسلامي في ذلك الوقت كمان ورث عن سابقه الداي حسن مشاكل عديدة منها توغل اليهود في دوليب الحكم وتحكمهم في القرارات المصيرية للجزائر كما لا ننكر ما قام به هذا الدائي من أعمال جليلة لتقوية دفاعات المدينة من ماله الخاص ومن خلال ما شفنا فلا أحد يلوم الجزيريين في حقدهم على اليهود اللي أينما حلوا حل الخراب والحمد لله فقنا لهذا الشيء وتعلمنا من الدرس بعدما تسببوا في تراجع قوة بلادنا وتسهيل احتلالها وإن شاء الله يكون في هذا الفيديو إضافة لمعلوماتكم التاريخية اشتركوا في القناة